خالص عزقنا لبنت الأكابر نجمة الجميلة مها أبعوف احنا كمان النهاردة منوار نظيف كان جزء من طفولتنا بأعماله اللي شارك فيها نجوم الزمن الجميل عبد الحليم حافز وصباح وعمر الشريف وعبد المنعم إبراهيم مين فينا يقدر ينسى دوره في سر الطائية الإخفة ولا إشاعة حب وغيرهم وغيرهم من الأعمال الجميلة والمميزة معنا الفنان أحمد فرحات صباح الفل يا صباح الفل صباح الفل على كل الناس صباح الجمال ما تغيرتش نفس الشكل ونفس الصوت ونفس الشقاوة ونفس العقوية ما شاء الله لا بس كبرت بقى لا ما شاء الله لسه يا شباب أهلا بيك يعني أنت بنورنا نور الشاشة مرة تانية المكان اللي أنت فعلا مفروض تبقى علي طول الوقت أنت فين بقى والله أنا سياتي كنت في تفل صغير بمثل وبعدين جاتي الناكسة فالفني راح بيروت ورجع بقى في تحل الصد السهلاكي في المفتاح الأفلام بيروتية وقال بنته ومخدراته ومعرفش إيه فانسحبنا من الواسط وقبلت العليمي وخدت يعني دخلت بقى رئيس الجمهورية مكتب الرئيس مهندسة الصلاة وكملت وخدت وقل التجارة ورحتي أمريكا خدت دراسات في الانتصالات بتاعتنا واتعملت لها ترمعيش بعيتت بقى عن التمثيل بقى ودخلت المجال أه مجال ده خيارتي كاريري كاملا طب احنا هزين نرجع بقى لما كنت في التمثيل ياريت والله الهواية بدمية طبعا الهواية بدمية طبعا الهواية بدمية طبعا ناعدين بنتفرج ومستنيين نشوف فصيحة هيقول إيه مشوف عبد المناء أمراهيم هيتصرف إزاي الله يرحم الجميل طبعا زمن فني الجميل منكرش الستينات ده كان زمن فني جميل وكان دخل قومي في مصر القطن السيمة السياحة وكانت سويس فلما صالع النبي كان زمنها طبعا كان فيه إخلاص في حب وأنا عايزة أسمع أسئلتكم تفضلوا طب قولي كده يعني أنت ما شاء الله عليك ما شاء الله يعني ما تغيرتش لسه يعني الشعاوة دي لسه فيك إزاي حفزت عليها لا ما فيش شعاوة وشكل ما تغيرت شكل شعاوة لا لا لسه زي ما دخلت من أول ما دخلت الستوديو وانت مبهج وتدحك والله أكبر عليك يعني حفزت إزاي حتى صيحة ما تغيرت شكل ما تغيرت الحمد لله والله هقولك هو رضا من عند ربنا مش هقولك هكتب من كده يعني والودا النخمية اللي أصلا كانت عندي قص القامة والودا النخمية هم اللي خلوني حكت في التمثيل عاشل سنين أمسل والطفل عاشل سنين فخليها لي شكل كده يعني حبد الله طيب أنا عايزة أرجع برضو تاني لسرطة يتلخفة تلي كواليس بقى كواليس وقصص بقى وحاجات كده ما ظهرتش على الشاشة بقى من خلال علاقاتك مواقف جامعيتك بالنجوم في الفيلم فيلم سرطة الإخفة فيلم من الأفلام المحترمة جدا الحلوة جدا اللي فيها خدع نيازي مصطفى لما جاية طاعة حرب بباشا أو طاعة حرب يعني عمل السوديو مصر وده ألمانيا تعلم الإخراج فتعلم الإخراج الخدعين الخدعين والدرس كتير طبعا تحديموا الإخراج الواقع فلما جاينا نعمل فيلم ده هو عمل قبل كده طاقيت الإخفة مشاروكين وكحلاوي بس انتكن على قده رمسيس نجيب المنتج الوطني الجميل اللي عمل لنا أفلام مبدعة ومن ميت سادة ستينبه الميت فيلم دول من دونهم رمسيس نجيب عملت شوه كتير وحل مرافضة منتجين كانوا وطنيين يعني قالوا بص الفيلم ده عزين نعمله وخد اللي انت عايزه أو جيب اللي جوب اللي تعايزه قال لا أنا عايز نجوم صف تاني أو ثالث يا أبنا إبراهيم وحلو طراحات لا أنا كنت ظهر في الشاشة نفسها فالمهم المهم ما شافني لما فسيس نجيب فقال لي هنعمل فيلم اسمه سرطة اللي خفو فيه خدع وفيه بتاع طبعا ماشي بتاع قال لي صدق الفيلم ده عندي بقاله كذا سنة الاسكريبت موجود في درج المكتب مستني فصيح يا أه أني الفصيح يظهر طبعا أنا ظهرت بليها أفلام كتير عملت أفلام دراما وعملت أفلام مهم يعني فقال لي أنت لحكم فصيح فطبعا يظهر صفا كان عبقري طبعا خدع وهو الفيلم ده حلوة أنه بسيط جدا وكس بسيطة في الفيلم وليلا طبعا كذا وأنه هو في خدع فالخدع هو عايش دلوقتي مع الناس من سنة ستين لاتنين وستين سنة عايش الفيلم معنى يعني حالك بتقول بسيط لكنهو في الحقيقة يعني أنا كل ما لو هحاول هلأييد دلوقتي هحوض أتفرج عليه ده أكيد عشان يظهر صفا هو خدع جميل طب هو إشعة حب بقى إشعة حب كنت كبرت شوية بقى كان ساعة أربعة وستين كان الفيلم ده انتاج جمال الليسي منتج برضو وطني جميل فجاب ما دامهم درستم قال أنا هجيب عمر الشريف كان ساعتها وصل العالمية كان ساعة أتنين وستين راح العالمية زي انتو عارفين فأربعة وستين كان بقى حاجة جميلة في العالمية مشهور جدا يعني فراح له قال لكنه هيخطب بقى مبالغ خيالية بتاع أغرب وراح له لأيوم يقول له أنا يريت أمثل في مصر ويريت أعمل أفلاق في مصر ومتنبش المبلغ اللي يعني تقوي قوي أو المبالغ المسيطة وإنه رستم برضة العقل بدون ما تعرف هتاخد كامل جاب المخرج المتميز فاطينة عبوهاب ومخرج أفلاق سبعين ياسيد طبعا وجاب كمان عايز أقولك لوسي اللي كان جواد الخارع ده لوسي ده كان جمال الرمسيس كانت عايشه أمريكا برضه فعملوا تربيطة كده ساكنها جميل حين وصعد حسني قول ما طلعت ويسبه وهبة تحول من الدراما والتراجد وعلى اللي كله عناه للكوميديا وجميلة وهو كان جميل في الكوميديا بقى احساسك إيه وإنت مع هند رستم كده الله يرحمها يعني وبتمثل معاها فاطينة عبوهاب من المخرجين اللي بيسيبوا مماشر ياملوا عايزهم فقال لي يا يا أحمد هتخش المصر تقول سيداتي أنساتي سيداتي وأنا هنقل الكبر على مدام هند رستم كنت كبيرت بقى شهرت بقى حتيت لك فب سنتين يعني حلاص قلت قلت له يعني إيه يعني مش جاي معا بقى ضوء المدينة طب ما أقول نكتة قال لي طب سمحاني قال لي الله دي حلو قوي شك بقى فهد الزب الجميل كنت بيحب بعض إزاي مدام هند رستم كانت قاعدة قالت طبع أنا أديه طريقة فيه تباين إنها أدي بحاجة كبيرة وإطلاح حاجة غنونة من جبتين كده وكده أديتك فرصة إدتني لمعيتني طفل صغير ولمعيته فالدكت دي بالعدة ده يخدئ وكدر فعلى المشهد التاني بقى قبلت عمر الشريف على الأساس بقى قوله أنت بندحك عليا أنت بابا تقل فأستاذ فاطير قال لي طول بجاب عمر الشريف يقول لك بابا بين يقول له بابا أنت قلت له أحنا مش يعني بندحك عليه قلت له طول بنعرف الصلاح وإحنا بندحك عليه قلت له طول تب قلهله له بطريقة إن أنا حجر أتنط عليه كده وابوسه ويقول لي بابا بين يا ود قالو بابا أنت حبيب يعني إحنا بنتحك عليه يا عالجمال يوسم بهوهبي عضاني وكلهم دخلوا علي بالشوكولاتة والحاجات الحلوة حضانوني وبسوني كنت مفاكها بالنسبة لهم كان عندك كم سنة؟ دي صغير لا كان عندي 14 بس بين عندي 5 سنين طيب انت تكلمت في نقطة مهمة قوي انهم كانوا بيمضوا ومش عارفين هم هياخدوا كام التكلفة بتاعت انتاج أفلام ممكن تعيش لستين واثنين وستين سنزل ايه طبعا لا التكلفة مش كبيرة لان الجال النجوم ما ياخدوش كتير يعني واحدة اوشي في عالمين كانوا بياخد الملايين الملايين برا احدا خد كذا الف يعني التكلفة مش كبيرة الافلام العالمية دي تكلفتها صغيرة جدا على كده يعني بس كان في حب طبعا ده بجدوز بالفيلم اللي هو اشعة حب طبعا عملتوا بعد عم حليم حافظ الجميل الإنسان الذاك الرئيق الجميل تحبي كده تعدي معاه طب ما تحكي لنا قصة كده مع عم الحليم حافظ جرا عم حافظ جرا عم حافظ جرا عم حافظ جرا أول اغلاقاء بينه وبينه قولتها كتير بس اقولها لدي حلوة كان هو بيعام الكياش وانا المساعد الماكر جا خدمي وانا الماكر مش عارفين من شاب ده لانا وقت بتاع الماكر مداري عليه فقعدت عم حليمي يعني كان شهر جدا بس في البداية يعني 59-58 حاجة زى كده فبيقول لي يا احمد انت بتحب تعالفش اول ما تلعب حليم كلفين كرنة ده اي حد احنا ماصر تحب ده ولا ده بابا ولا ماما فبيقول لي يا احمد انت بتحب الاستاذ فريد اكتر ولا عم حليم حافظ قلت له لا انا بحب الاستاذ فريد يعني معلو انت ايه وفاهم اه اوص مين اللي جابي ده عم حليم حافظ يا اخوة ربي وطفل عاده 8 سنين يعني مشكلة المشاكل بالنسبانه وبعدين والي حاجة ما شهرتش وبعدين ده عم حليم ده البطل الاوحد في الفيلم يعني ممكن يشفت فيه يا ابرامدي ارواح عايط خلاص خلصت التنسين وانا بابولت فيه بحبه هواية فشيف تفلق كان لابك كنت لابك وزاكي وهم اللي علموني الزكاء هو رض عليك قالك ايه بقى قال لي يحمل يا حبيبي ليه بتحبي الاستاذ فريد اكتر مني طفل بقى يعمل ايه 8 سنين مشاركي تكلم اه طبعا لا بس الحمد لله انا كن قبل كده عملت افلام مع مخرجين عبخرة فابتدوا يعودوا يعلموني بالتلقين يعني واخر بلساتك فبقى عندي استجراج يعني اقدر اجاوب يعني قلت له اصل الاستاذ بقى بصها نفسك اي اهجة كده اصل الاستاذ فريد الاطرش بيغني ولاحل لنفسه انت بتغني بس كمان اي حال يا جبروتك ايه قال لي يا احمد يا حبيبي انا مجيبه مؤلف كويس وملاحل كويس وانا مغدي حلو يطلع العمل دعي الجميل انه عبد الحبيبي يبرر لك نعم ما كنتش فعل حال عمان اعمل له كده فده اول رقاء بيننا لو انت يجبت وقلوله اه تمثيلة قلوله اه عظي اغنيت قلوله اه ده كان بقى عن المواقف ده بص على عينين عم حديم حافظ اتجاه حيالا دلوق هتلاقف انتهى الحب ليه بقى افتكرني صريح افتكرني عرف انه عم حديم اقول كده قدابه حتى لو جاءت في زون كانت اه تماني خمسين اه تشعب خمسين لو جاءت في زون كان بيقوله انت ليه تماني تطلع في فيلم معاك تفلو كده انا هو مشارحة من شارحة انت حرف كده اه مشتاقف جدا انا مشارحة من شارحة المجتمع فلازم انا قلت بقى احلى طفل عندك مين انا هو احمد فرحات انه صريح والله يا صرحة احلى انا هو احمد كنت حبيبي انا مبوت فيه طبعه ووقف كتير بيننا وبينه طبعه طيب الاستاذ عبدالمنى ابراهيم الشغل معاك حل مريح اشتغلت معاك خمس افلام ومنه فيلم سافرنا المجر برا والكرتة الشرقية عادنا تأتشر داي خلينا اسألك شخصيته برا التمثيل هي ايه نفس شخصيته في التمثيل استاذ عبدالمنى ابراهيم روحه خفيفة جدا انت عابنى بقول لنا عادي مكاش فيه محمود بقى ولا بتاعه كل اللي مسك كتاب اللي مسك ما عرفش ايه بمغرد اه بمغرد ما يخش استاذ عابنى ابراهيم كل بيتشارك بها في الحديث وكل بيدحك وكل فمتس كان جميل جدا يعني مبهج بيديك طاقة ايجابية مية مية احنا شايفين دلوقتي يقولوله على الشاشة لا لا بص عني اقلية شيف الحب بصش اوتك كمان انه ما كانش بيحبك كان بيحب فريد لترش اكتر اه يعني اه افتكرني صريح شيف الحب وطبع عزي دينز الفقار اللي هو مخرج في البيضاء قال لي عايزك تلقص يا عب حالي محافظة ايه انا عايز امثل قال لي يحمل يا فرحات الله عزي دينز الفقار الله رحمه مخرج عبقالي الراجل تاني وحاجاتك قال لي احنا فرحات الرقصة دي هتخربش في دماغ الناس خمسين سنة بقالها اربعة وستين سنة بخربشها في دماغ الناس حاصل بيطلع اطفال كتيرة بالمناسبة بيشاركوا في اعمالي من دول لكن ما فيش حد بيفضل ثابت او معالي بصراح اللي ما احيله اوي السؤال ده جميل شكرا اه كان عب حديما اول ما انطلع اصطاده عبوهاب وخلاه يمضي على ثلاث افلام عشرين جنيه في فيلم طبعا مبلغ ولا ياخدوكم برصا حتى ولا ممثل سنوي حتى ياخدو ده وقتها ولا ياخدوكم برصا وقتها ولا ممثل سنوي ياخدو عشرين جنيه في فيلم فبعده لانه بيحب عبوهاب ونفسه عبوهاب يغني الى حاله نفسه وهو غير جدا على شغله يعني هو مضى بس عشان خاطر عبوهاب عشان خاطر عبوهاب فجاي بعد ما الشهر قال له تعالى نعمل ثلاث افلام فانا كنت بعديها بكتير حصل موقف ده معايا المؤمن فبقول له كذا 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 قال لي يا احمد يا فراحات قلت له زي انت وفقت كل فيلم بعشرين جنيه بتعمل ثلاث افلام ازاي من سنة خلصت واسماء الافلام خلصت يعني انت بريء من هذا العقل طب في صغير بتكلم في حاجات زي وانا والناس دي مخرجين والمؤسسين علموني قال لي يا احمد فراحاته ده طول انا طول يا حبيبي عبوهابي لحلي ده من لحلي كذا اغنية فيه ففي الوقت ده كان الموجي بقي لحل وفي الاغنية بقى عشرين جنيه فقال له زودني قال له معليش استنى شوية ما يعرفش انه واخد في الفيلم عشرين جنيه وكده فزعله من بعض زعله وببقاشي لحل ومدة كبيرة جمهيرة وبعدين كنت معها بقى في اخر فيلم انا عملته اللي هو معبوط الجماهير كنت مالي اعرف قطة انا وانت مالي معها باكون معها باشا معها ابنه فجاله البوجي شوف الناس محترم عن زمانه فننا يا استاذ عب حليم انا جاي صالحك ومشيك ده يا فاضية انا اجيبلك اغنية جميلة قالوا اهل الاستاذ الموجي هو مقدر جدا طبعا محترم جدا يعني قالوا اغنية جبار بس هي قوية قوي عليك يا عب حليم وانا خايف عليك قالوا لا تسمحها الجنة بيجير على شغله جدا الجنة قالوا اخدها فده كان واقف ده قدالي فعلا الاستاذ الموجي والاستاذ عب حليم ورجو على البعض وقالوا بقى انا فاهمت وما كنتش بديك كتير ليل انا اواخد في الافلاندي 20 جنيه من عبواب لما وضيت العقب من زمان طيب انت دخلت الوقت يبقى في قيمة الاجر بالنسبة للفناني انت خدت كان في الفيلم ده فيلمي اني فيلم 60 جنيه وده كان كمان ايه حاجة كبيرة قوي الستينات كان مدير انتك بيقولي هتاخدت الجنة ايه بتعرف ايه انا مش بطر بتاع السميع اني رمسيس نجيب ده انت اواخد اجر عبد الحليم في ثلاث افلام فرمسيس نجيب قال لي يا حبيبي ما لك في ايه لا اوريك التفلي بس ما اتكلم وبعايا امويا بس انا ما اتكلم اه انا بقولي 30 جنيه قلت انت عايز كبير يا حبيبي قلت انت عايز 50 جنيه على الال قال لي يا اخونا خلت 60 جنيه امني او خلي بابا اي امني اعيزينك عشان اعيزينك انا واعرف ان انا الفيلم اذا كده كنت لابطة اكتر كتير وايه ساعة حب خدت في كم في اليوم خمسة جنيه كنت باشتغل ساعة باليوم اشتغلت كم يوم اشتغلت كم يوم ايومين باشتغلين بس الكلام ده بيضيف للانسان يعني انا انا اشتغلت في زاعة بوندوس على قلبك كنت باخد في الحلقة خمسين قرش وكان برد علي باخد 12 جنيه عشان كبير وانا كنت اتروت صغير ورغم بزايا كنت ادفع من جيبي عشان ده ساعة القلبك اشهار طب النهار ده بقى وانت شايف الاعمال الدرامية والسنما يعني حابب ترجع تاني وايه الافلام اللي علقت معك مؤخرا جديدة هو فيه طبعا افلام كويسة جدا مش كل شيء سايق ومش كل شيء يعني فيه حاجات كويسة جدا قادرت تشوف الافلام الكوميدية بنفس القيمة اللي يمكن كنتوا بتقدموه زمان يمكن فرص شوية او اوفر شوية بس الاوفر اللي خليك انت قارف فيه كوميديا متقسمة كزا حاجة من انا كوميديا البالس البالس دي الاوفر شوية اللي فيها تنطيج وفيها يوقع ويتحقوا عليه يعني نوع رضيء من الكوميديا لكن فيه حاجات حلوة جدا وفيه ناس مبداعيل جدا وبس انا اللي حصل بعد ما طلعت عن معايش مش رجل اخبط على حد ايه اللي بيكلمني بروح لو ما فيش ما اتكلمنيش او ما اعرفنيش لان انا مش صغير صحيح الحمدلله كنت مسؤول عن تأمين صلاة رئيس الجمهورية واخد قلطة الدولة التقديرية من مبارك الله يرحمه انا مشيت قبل مبارك ما يمشي يعني 2010 ارد فالحمدلله واخدت تقديرات كتير الحمدلله منها في تيفزون مصر دكتور عب قدر حاتم كنت انا وصفاء او صوت الوسام اللي احنا شايفينه ده اه الوسام ده ده وسام التميز والشارة ده وسام خدته من وزارة التعليم الشباب كنت بنعلم اولاد وعلمه ازاي موصله اصلا انا في الحاجات الاجتماعية بحب اشتغل فيها لان نوع من انا الحمدلله مش مدار عن مادة لان انا زوجتي انسانة محترمة ومعنداش تطلعات عالية فمش مطلباني ربنا يبركلكم بعض يا رب اتخليكم بعض اكيد طبعا اكيد طبعا ربنا يخلي هيلك يا رب انت خايف تروح اكيد انت خايف تروح انت خايف تروح انت خايف تروح انا اخليكم بعض يا رب مشكرين جدا انشرفتنا ونورتنا وفرحانين جدا والله ان احنا رجعنا نفتكر فيلم السيري طايت لخفة بكل التفاصيل دي وكل هذي الكواليس شكرا جزيلا لا انا كل اعز اقوله بس حاجة صغيرة كده نخلي بالنا من شبابنا اولادنا ونقعد معهم ونتكلم معهم انا اللي خلاني دماغي اتفرنطت كده عندي الغده النخمية مفروض يبغابي هو اللي عنده الغده النخمية ربنا يبارك فيه نعم شكرا جزيلا مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا كنا معاكم على مدار ثلاث ساعات نشوفكم بكرا ان شاء الله في نفس المعايد صباح الخير على حضراتكم صباح الخير يا مصر